نبقى في الشأن السياسي إذن ضبطت الطبقة السياسية في البلاد عقارب ساعتها على موعد تعديل الدستور ففي الوقت الذي تعكف فيه الموالات على التكثيف من جهودها لتمرير الدستور تحضر أحزاب المعارضة لكيفية التعبير عن رفضها له طهر بنزين ساعة ويجتمع البرلمان بغرفته بناء على قرار الرئيس بوتفليقة لعرض مشروع قانون تعديل الدستور والمصادقة عليه بعد جملة من الخطوات وعشية التوجه نحو قصر الأمم ضعفت أحزاب الموالات من تحركاتها في الكواليس تحسبا لأي مفاجآت غير سارة عبر حجد منتخبيها في هيئة عبدالقادر بن صالح والعربي والدخليفة ناهيك عن فتح قنوات اتصال مع قوى المعارضة تكتل الجبهة التحرير الوطني الآن سوى في مجلس الأمة أو المجلس الشعبي الوطني على استعداد تام بكامل أعضاءها باعتبارها تمثل أغلبية في البرلمان بالإضافة إلى ذلك نحن في اتصالات ومشاورات مع تيارات سياسية التي تملك أعضاء في البرلمان خاصة في المجلس الشعبي الوطني نحن في تنسيق معها وفي تشاور معها حتى نشترك جميعا لإنجاح هذا الموعد الهم وفي الأثناء تعتزم أحزاب المعارضة التشويش على مجرية تفعيل الوثيقة الأسمى في البلاد بعد رفضها جملة وتفصيلا رغم كون مساعيها مجرد خبط عشواء بالنظر إلى تشكيلة البرلمان والتي تعطيها مشا مناورة قوي للموالات كيف يمكن أن يعرن عن الرفض أو كيف يكون إخراج الرفض قد يكون بمقاطعة الجلسة قد يكون بالحضور والتصويت بالرفض هذه الأسليب المعتمدة والتي ستكون أحد الخيارات في أخر المطاف ومع بدء العد العكس لموعد الثالث في ذري تتسارع الأحداث في بيت قوى الموالات والمعارضة والتي يبدو أنها سترضى بقواعد اللعبة السياسية هذه المرة